موسيقى أولا هي مؤشرة في شق منها مؤشرة إيجابية وفي شق منها تبعت قليلا عن القلق خاصة فيما يتعلق بتراجع تقديرات نسبة النمو من أولى 4.4% إلى أقل من 9.5% وهذا منطقي تابعا للنتائج الموسم الفلاحي التي كانت دون توقعات كانت فوق المتوسط لكنها دون توقعات الحكومة أو المؤسسات المعنية بهذا المجال ثانيا من شق آخر كيفما قلت هي مؤشرة مشجعة لأول مرة نلاحظ انحصار في نسبة عجل الميزانية وهذا مهم جدا سيمكن الحكومة وسيمكن المغرب من تحكم في التوازنات المالية وفي التوازنات الاقتصادية بشكلها الشمولي وهذا نتمنى أن يؤتي أكله قريبا فيما يتعلق ببرامج حكومية أخرى خاصة أنه السنوات التي مر بها المغرب كانت سنوات عصيبة جدا سنتين 2011-2012 عرف المغرب نسب عجزة تاريخية يعني تذكرون بسنوات التسعينات أوائل التسعينات وأواخل التمانينات نسب تضخم بدأت في الارتفاع وهذا أمر خطير جدا الآن نلاحظ أن نسبة تضخم بدأت هذه السنة هذه 0.9% وهي نسبة جد مشجعة يبقى فقط الإشكال كيف يتعامل مع انخفاض توقعات نسبة نمو أنا أعتبر بأنه خفض التوقع هو أمر طبيعي نتيجة لعدة عوامل انخفاض نتيجة الفلاحية هذه السنة نسبة النمو في القطاع الفلاحي منخفضة شيئا ما ثم نسبة النمو في القطاع الصناعي لم تكن بالمستوى التي كانت تطمع إليها الحكومة فهذا يدفعنا إلى مزيد من الضغط على الحكومة من أجل إخراج أو تنزل مجموعة من الإصلاحات التي باشرتها فيما يتعلق بتحسين مركبات النمو